فرصة المنتخب دي اتأخرت شوية نادي البنك الأهل لو فيه لعيب زي أفشا كده يعمل شغل جميل جد كانت حسام اسم كبير في الكورة طبعاً كان لعيب أسطوري وهداف وأنا كنت بحبه جداً فترة المكان اللاعب هو كابتل إبراهيم حسن من اللعيبة الجمدة جداً جداً اللي جات في تاريخ مصر واللي عندها روح وقتال ويمكن هو بس كابتل حسام فرصة المنتخب دي اتأخرت شوية بسبب أنه هو كابتل حسام لازم يتحكم في انفعالاته مسؤولين مثلاً في التحادة أنا بحكي لك بدمغي المسؤولين في التحادة الكورة كابتل حسام فنياً طبعاً مدرب مميز وخبرات كبيرة جداً وكل حاجة لكن هو لازم يتحكم في الفعالاته شوية أنه هو عصبي جداً فدايماً ممكن المسؤول في التحادة الكورة يخاف أنه يجيب كابتل حسام حسن يحصل مشكلة مع العيب في المنتخب يحصل مشكلة مع منتخب آخر وانت بتلعب مع الحكام فهي دي نقطة أعتقد بتخش دايماً بتبقى معيار أو مؤشر لاختيارات الاتحادة الكورة للمدير الفاني المنتخب فهي دي لو كابتل حسام ظبط الحتة دي وتملك أعصابه وهي دي كده أثناء المطشط يعني أكيد هياخد فرصة موقف كان مع كابتل حسام حسن كنت أنا لسه جديد في الراديو لسه يعني ما بقاليش شهرين وكابتل حسام حسن كمسك مش عارف نادي المصري باين الكلام ده في 2008 وكمسك المصري الاتصالات مش فاكر للنادي بالزبط وحصل مشكلة في المباراة وكابتل حسن كابتل حسام اتخانق مع الحكام وكنا في رمضان فالمرسلة بتاعتي من الملعب بتحت البرنامج في الإزاعة قالت لي ده في مشكلة وكابتل حسام حسن متعصب جدا والحكام محبوسين في قط الحكام كابتل مطشط بالليل بعد الفطار كان مطش ساعة 10 في خلص 12 فأنا طالع بقى في الراديو يعني بستزرف شوية فبقول لك أنا بناشد كابتل حسام حسن أنه هو يخرج الحكام من قط الحكام عشان يلحقوا يتصحروا عشان الصيام بكرة يعني فكان معي كابتل حسام حسن على التليفون مسامع الكلام اللي أنا بقوله وأنا معرفش فرح داخل فيه شمال بقى قال لي أنت كان معي كابتل ساعد عبد الحفيز كان زميلي في البرنامج ونا بنقدم برنامج كورة إفقام أنا هو فرح كابتل حسام بقى قال لك رح داخل فيه شمال قال لك يا عم وأي حد اللوتي بيطلع بقى مزيع وبيستزرف وانت بتتكلم على حسام حسن أنت فاكر نفسك إيه ورح داخل فيه شمال أنا تخضيت أن كنتش عارف أن كابتل حسام معي أني على الخط فزعلت قوي بس كابتل ساعد عبد الحفيز بقى لحقني وقال واحدة اللي بقولنا بلنا أخدها يعني في حاجة طريفة كده وكابتل زعلش وكده ورح ما كابتل ساعد رح ما تغير الموضوع أني كابتل حسام إيه وأنا كنت لسه جديد فمعرفش أرد فاهمني وأنا غلطان يعني كنت بأخدها بشيء من التهريج هو كما تعصب جدا في الملعب فده كان من مواقف المحرجة جدا بالنسبالي على الهوى ويعارف زي ما تقول إيه خطفني وما أتكلمتش كابتل ساعد عبد الحفيز أنقاضني بقى أنه كان زي ميلي في البرنامج ساعد نفسي اتعاقد مع محمد مجدي أفش بحب لقبه جدا وأعتقد نادي البنك الأهل لو في لعيب زي أفشة كده يعمل شغل جميل جدا اشتركوا في القناة